بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين طلبتي على مجسوى السداسي الرابع في مادة التنظيم القضائي ستكون هذه بحول الله المحاضرة التاسعة في مادة تنظيم القضائي وسأتطرق من خلال هذه المحاضرة إلى اختصاصات المحاكم الابتدائية في الحصة الماضية كنا قد تطرقنا لتأليف المحاكم الابتدائية لتأليف المحاكم الابتدائية ووصلت إلى آخر نقطة التي تتعلق بغرفة الاستئناف بكونها أنها هي أحد أهم مكونات المحاكم الابتدائية ووضحت كيف أن هذه الغرفة الاستئنافية تم إحداثها بالمحاكم الابتدائية وبالنسبة لاختصاصها سأتطرق إليه مرة أخرى طلبتي في إطار التطرق لاختصاصات المحاكم الابتدائية إذن نبدأ على بركة الله اختصاصات المحاكم الابتدائية طيب فيما يخص بالنسبة للاختصاص يجب أن واضح لحضراتكم طلبتي أن هناك ما يسمى بالاختصاص النوعية وهناك كذلك ما يسمى بالاختصاص المحلية سنبدأ بالتطرق للاختصاص النوعية نوضح المقصود به وفي إطار الاختصاص النوعي كذلك سنتطرق إلى ما يسمى بالاختصاص القيمية إذن فيما يخص بالنسبة لاختصاص المحاكم الابتدائية سأوضح لحضراتكم النقاط التي سنتطرق إليها هي النقاط التي سنتطرق إليها وفقا لما تم التطرق إليها على مستوى تأليف المحاكم الابتدائية بمعنى أن في إطار تأليف المحاكم الابتدائية وضحت لحضراتكم بكون أن هذه المحاكم تتكون من غرف تتكون من غرفة استئناف تتكون من أقسام قضاء القرب تتكون من أقسام قضاء الأسرة وقبل ذلك في البداية وضحت لكم بأن المحاكم الابتدائية تتكون من جهاز الرئاسة أو رئاسة المحكمة وجهاز النيابة العامة المهم أن هذه الأجهزة التي تتكون منها المحاكم الابتدائية سأتطرق مع حضراتكم في إطار هذه المحاضرة لاختصاص كل جهاز من هذه الأجهزة المكونة للمحاكم الابتدائية بمعنى سأوضح لحضراتكم بداية الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية وبالتحديد تلك الغرف التي هي الغرف المدنية والغرف المدنية وكذلك بالنسبة للغرف التجارية والغرف إلى غير ذلك من الغرف المهم هناك مجموعة من الغرف التي سبق وأن تطرقت إليها في إطار المحاضرة السابقة والتي نص المشرع المغربي صراحة على أنها هي من بين مكونات المحاكم الابتدائية كذلك سأتطرق بعد ذلك إلى اختصاصات أقسام قضاء الأسرة وبعد ذلك أتطرق الاختصاصات أقسام قضاء القرب ثم أتطرق الاختصاصات غرفة الاسئنافات وأكيد سأتطرق الاختصاصات جهاز رئاسة المحكمة يعني رئيس المحكمة هناك اختصاصات مسندة إليه وسأتطرق كذلك لاختصاصات النيابة العامة من حيث دورها الانضمامي كطرف منضم كطرف أصلي وفي هذا الإطار سأشرح لطلبتي تلك النقطة التي لا زال لديهم غموض حولها والتي تتعلق بكون أن المشرع لماذا فرق من حيث التجريح بينما إذا كانت النيابة العامة طرف انضمامي أو رئاسي طيب طلبتي نبدأ على بركة الله بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية بالنسبة للاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية قبل أن أوضح اختصاصات تلك الغرف التي تتكون منها المحاكم الابتدائية لا بد من أن أوضح لحضراتكم المقصود بالاختصاص النوعي المقصود بالاختصاص النوعي إذن طلبتي يجب أن تسجلوا ما المقصود بالاختصاص النوعي الاختصاص النوعي هو الصلاحية التي يمنحها القانون لجهة قضائية للنظر في نوع معين من القضايا والحكم فيها للنظر في نوع معين من القضايا والحكم فيها هذا هو طلبة مقصود بالاختصاص النوعي بمهنى طلبتي أن هناك جهة قضائية يعني يخول لها المشرع أن تنظر في نوعية معينة من القضايا المشرع ينص على أن هذه النوعية من القضايا تنظر فيها مثلا المحاكم الابتدائية يعني بغرفها وهذا النوع الآخر من القضايا تنظر فيها أقسام قضاء القرب وهذا النوع الآخر من القضايا تنظر فيها أقسام قضاء الأسرة سيتضح لكم ذلك أكثر طلبتي حينما نتطرق لاختصاصات هذه الأجهزة المكونة للمحاكم الابتدائية إذن طلبتي نبدأ باختصاصات تلك الغرف المكونة للمحاكم الابتدائية وأريد أن أبدأ وأقول قاعدة هامة مهمة أذكركم بها وهي أن المشرع المغربي خول للمحاكم الابتدائية ماذا خول لها طلبتي؟ الولاية العامة الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك بنص خاص وهذه النقطة سبقة وأن أشرت إليها في أكثر من محاضرة أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع القضايا إلا ما استثنى بنص خاص ما معنى ما استثنى بنص خاص إلا إذا بمعنى إلا إذا تدخل المشرع بنص خاص نص فيه على أن ولكن أن هذا النوع من القضايا لا ينعقد فيه الاختصاص للمحاكم الابتدائية هذا هو المقصود إلا ما استثنى بنص خاص ولكن القاعدة العامة أن المحاكم الابتدائية هي التي لديها صلاحية وسلطة النظر في جميع المنازعات طيب فيما يخص بالنسبة للقاعدة العامة نحن قد فهمناها والاستثناء قد سبق وأن وضحته إلى ما استثنى بنص خاص ولكي أوضحه أكثر يقصد أنه ما لم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة أخرى كمثلا بالنسبة للقضايا التجارية كمثلا بالنسبة للقضايا الإدارية القضايا التجارية طلبتي والقضايا الإدارية من الذي ينظر فيها؟ ينظر في هذه القضايا تلك المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية يعني المحاكم الابتدائية ولكن ليست المحاكم الابتدائية في إطار القضاء العادي لا المحاكم الابتدائية في إطار القضاء المتخصص بمعنى المحاكم التجارية الابتدائية والمحاكم الإدارية الابتدائية واضح طلبتي؟ طيب ولكن هناك استثناء على مستوى سأوضح هذه الاستثناءات على مستوى القضاء التجاري لكي أوضح لكم هل جميع القضايا؟ هل يمنع على المحاكم الابتدائية في إطار القضاء العادي من النظر فيها؟ هذا سؤال هل جميع القضايا التجارية يمنع على المحاكم الابتدائية في إطار القضاء العادي؟ أنا كان أقول في إطار القضاء العادي باش تفرقوا بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية في إطار القضاء المتخصص أعيد السؤال هل جميع القضايا التجارية يمنع على المحاكم الابتدائية في إطار القضاء العادي النظر فيها؟ هذا سؤال انتظروا الإجابة عنها في إطار هذه على مساوى هذه المحاضرة طيب طربتي بالنسبة لنوع القضاء التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية ما هي نوعية القضايا التي تنظر فيها؟ هل نحن بدأنا نفهم أكثر المقصود بالاختصاص النوعي ما هي نوع القضايا التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية؟ فهي تنظر في القضايا المدنية تنظر في القضايا العقارية تنظر في القضايا الزجرية تنظر في القضايا الاجتماعية وواضح طلبتي وكذلك تنظر في القضايا التجارية وهنا سأضع بين قوسين قبل أن أطرق إلى هذه النقطة بين قوسين بالنسبة للقضايا التجارية حتى لا تقول بأن الأستاذة تتضارب في فكرتها سأبدأ بالشرح على مستوى القضايا المدنية شيء طبيعي أن نقول بأن المحكمة الابتدائية فإنها تنظر في القضايا المدنية أصلا إذا لاحظتم من أبرز مكونات المحاكم الابتدائية الغرفة المدنية وكذلك تنظر في القضايا العقارية فإن لديها كذلك غرفة عقارية كذلك تنظر في القضايا الزجرية فهناك غرفة زجرية ولكن طلبتي بالنسبة للقضايا الزجرية تنظر في المخالفات والجنح في المخالفات والجنح لأن الجنايات من اختصاص من الجنايات من اختصاص محكمة الاستئناف المرجو الدقة طلبتي في تسجيل المعلومة بالنسبة للقضايا الزجرية تنظر المحاكم الابتدائية في المخالفات والجنح ولكن الجنايات لا تنظر فيها لماذا؟ لأن الجنايات هي من اختصاص محكمة الاستئناف طلبتي من بين الأسئلة التي أحب أن أطرحها عليكم في الامتحان قد تأتي احتمالات المحكمة الابتدائية هل تنظر في المخالفات؟ هل تنظر في الجناح؟ هل تنظر في الجنايات؟ إذن الإجابة أنها تنظر في الجناح عفواً تنظر في الجناح تنظر في المخالفات لا تنظر في الجنايات أعيد لا تنظر في الجنايات لماذا يعلل الطالب لأن الجنايات هي من اختصاص محكمة الاستئناف طيب بالنسبة للقضايا الاجتماعية هل تنظر فيها المحاكم الابتدائية أجل تنظر فيها المحاكم الابتدائية وأصلا لدينا غرفة اجتماعية في إطار من بين الغرف المكونة للمحكمة الابتدائية وأصلا الفصل العشرون طلبتي الفصل العشرون من قانون المسترى المدنية نص صراحة وبين صراحة مختلف القضايا الاجتماعية التي تختص فيها المحاكم الابتدائية طيب طلبتي بالنسبة للقضايا التجارية القضايا التجارية في الحصة التي هي قبل هذه الحصة يعني في المحادرة الثامنة وضحت لحضراتكم بكون أن من بين مكونات المحكمة الابتدائية هناك الغرفة التجارية وقلت لكم بين قوسين ولكن بعدما تم إنشاء المحاكم التجارية لم تعد المحاكم عفوا القضايا التجارية من اختصاص هذه المحاكم ولكن هناك استثناء طلبتي أن بعدما جاء تعديل سنة 2002 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية أقول لحضراتكم نقطة مهمة جدا أن المحاكم الابتدائية العادية أصبح يحق لها النظر في القضايا التجارية في القضايا التجارية يعني التي قيمتها إلى غاية 20 ألف درهم إلى غاية 20 ألف درهم إذن مبدئيا ماذا نقول المحاكم الابتدائية العادية هي لا تنظر في القضايا التجارية ولكن هناك استثناء تنظر فقط في تلك القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم لأن طلبتي إذا تجاوزت 20 ألف درهم سينعقد الاختصاص لمن؟ سينعقد الاختصاص لفائدة المحاكم التجارية سينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية طيب طلبتي هنا سأقدم لكم ثلاث احتمالات وأريد أن تسجلوا إلى جانبها الإجابة بالنسبة للقضايا التجارية التي تقل عن 20 ألف درهم لمن ينعقد الاختصاص؟ هل للمحاكم الابتدائية في القضاء العادي أم للمحاكم الابتدائية التجارية؟ القضايا التجارية التي تقل عن 20 ألف درهم تختص فيها المحاكم الابتدائية العادية طيب الاحتمال الثاني القضايا التجارية التي قدرها 20 ألف درهم القضايا التجارية للقدر ديالها 20 ألف درهم من الذي يختص فيها لقدرها 20 ألف درهم تختص فيها المحاكم الابتدائية العادية لأن علش الطلبة لماذا؟ لأن القاعدة أن المحاكم الابتدائية تختص في القضايا التجارية إلى غاية إلى حدود 20 ألف درهم يعني تكون القضية فيها 20 ألف درهم تسافرها بقية داخلها في اختصاص المحاكم ابتدائية العادية ولكن بمجرد تجاوز المبلغ ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية التجارية إذن الاحتمال الثالث نسجل القضايا التجارية التي تتجاوز 20 ألف درهم تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية التجارية إذن هذه هي القاعدة التي يجب أن تركزوها في أدهانكم طربتي أن المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في القضايا التجارية ولكن بالنسبة للمحاكم الابتدائية في إطار القضاء العادي فإنها يحق لها النظر في تلك القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم التي لا تتجاوز 20 ألف درهم وهذا ما نص عليه المشرع بعد تعديل قانون المحاكم التجارية لسنة 2002 هذه هي القاعدة هكذا اكتمل وتوضح الأمر على مستوى الاختصاص اختصاص المحاكم الابتدائية في إطار القضاء العادي على مستوى النظر في القضايا التجارية واضح ونقطة على السطر طيب طلبتي هكذا فهمنا فيما يخص بالنسبة لنوعية القضايا التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية أريد أن أوضح لحضراتكم طلبتي أن المشرع المغربي نص على مستوى قواعد قانون المسترة المدنية نص المشرع المغربي على مستوى قواعد قانون المسترة المدنية وبالتحديد في إطار الفصل 19 الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية أكيد تتساءلون الآن ما المقصود بالاختصاص القيمي سأوضح لحضراتكم الاختصاص القيمي هي الصلاحية التي يمنحها القانون بمعنى يمنحها المشرع لجهة قضائية للفصل في قضايا معينة تابعا للقيمة المالية للطلب تابعا للقيمة المالية للطلب ونسطر على هذه العبارة الأخيرة إذن ماذا لاحظتم الفرق بين الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي في الفرق من قد نشرح لكم هذا الفرق سيتضح لكم أكثر المقصود بكل منهما بالنسبة للاختصاص النوعي قناء الصلاحية التي يمنحها القانون لجهة قضائية للنظر في نوع معين من القضايا في نوع ونسطر في نوع معين من القضايا بمعنى تنظر في نوع القضايا المدنية في نوع آخر من القضايا وهي عقارية في نوع آخر من القضايا وهي الزجرية بين أوسين مخالفات والجنح في نوع آخر من القضايا وهي الاجتماعية في نوع آخر من القضايا التجارية شريطة عدم تجاوز قيمتها 20 ألف درهم هذا بالنسبة للاختصاص النوعي أما بالنسبة للاختصاص القيمي الاختصاص القيمي يعني الصلاحية التي يمنحها القانون لجهات قضائية للفصل في قضايا معينة ولكنك تفصل في هذه القضايا معينة على أي أساس على أساس القيمة المالية للطلب على أساس القيمة المالية للطلب بحال هذه الحالة التي قمت بخصوص اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في القضايا التجارية هنا المشارع أخذ بعض الاعتبار الاختصاص القيمي الاختصاص القيمي بمعنى أن إذا كانت قيمة هذه القضية التجارية تقل عن 20 ألف درهم يعني القيمة ديالها قل من 20 ألف درهم ينعقد الاختصاص لمن؟ للمحاكم الابتدائية في إطار القضاء العالي إذا تجاوزت قيمة هذه القضية وهي تجارية 20 ألف درهم ينعقد الاختصاص لمن؟ سينعقد الاختصاص طلبتي للمحاكم الابتدائية التجارية للمحاكم الابتدائية التجارية كذلك اللي كأوضح لكم في إطار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية سنتطرق لمقتضاية الفصل 19 من قانون المسترى المدنية هذا الفصل النص على أن المحكمة الابتدائية تختص ابتدائيا يعني تصدر أحكام ابتدائية مع حفظ حق الاستئناف أمام غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية هذه أسبق وضحتها في آخر محاضرة في المحاضرة السابقة في نهاية المحاضرة السابقة هي المحاضرة الثامنة ولكن سأكررها المحكمة الابتدائية قلت تختص ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية بالنسبة للقضايا إلى غاية 20 ألف درهم بمعنى كان واحد القضية القيمة ديالها إلى ما تجاوزش 20 ألف درهم فالمحاكم الابتدائية تنظر في هذه القضايا ابتدائيا ولكن الطعن فيها بالاستئناف يكون أمام من طلبتي الطعن في هذه الأحكام الابتدائية التي أصدرتها هذه المحكمة الابتدائية يكون أمام غرفة الاستئناف المتواجدة بتلك المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم واضح يعني كتبقى غير داخل جهاز المحكمة الابتدائية ولكن هناك حالة أخرى نص عليها المشرع في إطالة فصل 19 من قانون مستر المدنية نص وتنظر وتختص يعني المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية هنا الجديد ماشي أمام غرفة الاستئناف كما في الحالة الأولى ولكن هنا مع حفظ حق الاستئناف أمام محاكم الاستئناف وهي أمام محاكم الدرجة التانية أمام محاكم الدرجة التانية ولكن في أي نوعية من القضايا في جميع الطلبات التي تتجاوز 20 ألف درهم في جميع الطلبات التي تتجاوز 20 ألف درهم بمعنى أن طلبتي القضية التي هي مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت قيمتها تتجاوز 20 ألف درهم فالمحكمة الابتدائية تختص بالنظر فيها ابتدائيا فقط يعني تصدر حكم ابتدائي وحكمها يتم الطعن فيه بالاستئناف أمام من طلبتي؟ هل أمام غرفة الاستئناف من المحكمة الابتدائية؟ أو أمام محاكم الاستئناف؟ أمام محاكم الاستئناف ولكن شريطة أن تتجاوز قيمة الطلب 20 ألف درهم إذا كانت 20 ألف درهم لا قل لا كيتم الطعن في الحكم الابتدائي أمام غرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية أضيف الحالة الثالثة التي نصت عليها مقتضيات الفصل 19 فيما يخص الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية نصت المحكمة الابتدائية تختص بالبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 من قانون المسترى المدنية مع حفظ حق الاستئناف أمام محاكم الاستئناف إذن هناك ذلك الطعن بالاستئناف يكون أمام محاكم الاستئناف وليس أمام غرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية إذا كانت قيمة النزاع غير محددة نفتد أن قيمة الطلب طلبة جري هي غير محددة ما محدداش في هذه الحالة فإن المحكمة الابتدائية تنظر في ذلك الطلب الذي قيمته غير محددة وتنظر فيه في حدود أو تنظر فيه ابتدائيا ولكن الطعن فيه في هذا الحكم الابتدائي يكون أمام محكمة الاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف إذن نجد طلبتي من خلال هذه المقتضيات التي نص عليها المشرع المغربي في إطار الفصل 19 من قانون المستنى المدنية نفهم جيدا الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية وطبعا أي محاكم ابتدائية المحاكم الابتدائية في إطار القضاء العادي أظن طلبتي هكذا قد فهمتم الاختصاص النوعي والفرق بينه بين الاختصاص القيمي أنواع القضايا التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية وبالنسبة لقيمة القضايا التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية وبالنسبة لمتى ينعقد الاختصاص لغرفة الاستئناف المحاكم الابتدائية وكذلك أشرنا إلى كذلك أشرنا إلى متى ينعقد الاختصاص لمحاكم الاسئناف ولكن مع ذلك سنتطرق بتفصيل إلى اختصاصات محاكم الاسئناف حينما سنصل إلى هذه المحاكم بعدما ننهي المحاكم الابتدائية باعتبار محاكم الاستئناف هي الدرجة الثانية للمحاكم في إطار القضاء العادي وكذلك في إطار القضاء المتخصص نجد محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف التي تشكل الدرجة الثانية طيب طلبتي ننتقل إلى نقطة مهمة تتعلق باختصاصات قسم مهم من الأقسام المكونة للمحاكم الابتدائية وهي أقسام قضاء الأسرة بالنسبة لأقسام قضاء الأسرة أقول لحضراتكم طلبتي بكون أن المشرع نص صراحة على نوعية القضايا التي تنظر فيها هذه الأقسام أعيد هذه الفكرة المشرع المغربي نص صراحة على نوعية القضايا التي تنظر فيها أقسام قضاء الأسرة إليكم طلبتي هذه القضايا نسجل قضايا الأحوال الشخصية قضايا الإرت قضايا الحالة المدنية شؤون التوتيق شؤون القاصرين الكفالة إذن وصلنا إلى العارضة السادسة الكفالة والعارضة السابعة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة أعيد المشرع المغربي خول لقسم قضاء الأسرة النظر في القضايا الآتية عارضة الأولى قضايا الأحوال الشخصية العارضة الثانية قضايا الإرت العارضة الثالثة قضايا الحالة المدنية العارضة الرابعة قضايا شؤون التوتيق العارضة الخامسة قضايا شؤون القاصرين العارضة السادسة قضايا الكفالة العارضة السابعة وكل ما له يعني بمعنى طلبة جميع ما له كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة بمعنى طلبتي من كانت لديه قضية من قضايا الحالة المدنية يلجأ إلى أقسام قضاء الأسرة من كانت لديه قضية من قضايا الارت يلجأ إلى أقسام قضاء الأسرة من كانت لديه قضية من قضايا الكفالة يلجأ إلى قضاء الأسرة من كان لدي أي قضية لها علاقة برعاية وحماية الأسرة فإن عليه أن يلجأ إلى أقسام قضاء الأسرة ويجب أن نفهم نقطة مهمة أن هذه الأقسام أن هذه الأقسام التي هي أقسام قضاء الأسرة هي المختصة في تلك القضايا بمعنى أن هي التي تستأثر بالنظر في تلك القضايا هي التي تستأثر بالنظر في تلك القضايا يعني هي التي تستحود بالنظر في تلك القضايا هكذا طلبتي نكون قد وضحنا على مستوى الاختصاص النوعي وكذلك وضحنا في إطاره الاختصاص القيمي على مستوى الغرف المكونة للمحاكم الابتدائية وعلى مستوى أقسام قضاء الأسرة ننتقل إلى أقسام قضاء القرب اختصاصات أقسام قضاء القرب طيب طلبتي بالنسبة للاختصاص النوعي والقيمي لأقسام قضاء القرب أوضح لحضراتكم بكون أن أو أذكركم في البداية أن المشرع المغربي أنشأ هذه الأقسام محل محاكم الجماعات والمقاطعات هذه المحاكم التي ألغيت بعد الانتقادات الموجهة إليها وبذلك أحل محل محاكم حكام الجماعات والمقاطعات أحل محلها أقسام قضاء القرب وفي ما يخص بالنسبة لأقسام قضاء القرب سأوضح لكم نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها هذه الأقسام طيب إليكم طلبتي تختص في الدعاوة الشخصية وأتقول لي شنو هي الدعاوة الشخصية ستسأل طالبي أو طالبتي ما المقصود أستاذ بالدعاوة الشخصية ارجعوا إلى مادر السمو في مادة النظرية العامة للاتزامات والعقود الدعاوة الشخصية طلبتي هي التي تهدف إلى حماية حق شخصية وقرية الحق الشخصية القيام بعمل امتناعا عمل إعطاء شيء لذلك الطلبة لي رغم ما يمكنش أنكم تفهموا مواد أخرى إلا ما فهمتوش المواد اللي مرتبطة بها مادة النظرية العامة للاتزامات العقود لماذا كنت أقول لكم بأن القانون منظم لها هو أبو القوانين لكون أن دائما سواء في إطار مادة تنظيم القضاء نرجع إليه سواء في إطار يعني نرجع إلى قانون تزامات العقود في مادة قانون العقاري اللي هو إن شاء الله بحولها السنة المقبلة سنرجع إليه في مادة كذلك المسؤولية المدنية التي درسموها نرجع إليه وكذلك في مادة قانون من السنة المدنية نرجع إليه وكذلك في مواد أخرى تدرسونها على مستوى مواد القانون الخاص نرجع إليه لذلك أعيد فكرة طلبتي بالنسبة للدعاوة الشخصية التي تنظر فيها أقسام قضاء القرب يشترط أن لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم السؤال أطرح نفترض بأنه تجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم هذا الدعوة الشخصية التي تهدف إلى حماية حق شخصي نفترض بأن قيمتها تجاوزت خمسة آلاف درهم صاحب هذه الدعوة إلى أين سيدهب؟ هل سيدهب إلى أقسان قضاء الأسرة طلبة؟ أم سيدهب إلى المحكمة الابتدائية بالغرف المكونة لها؟ هذه الإجابة سيجأ إلى المحاكم الابتدائية طيب فيما يخص بالنسبة للدعوة المنقولة؟ الدعوة المنقولة هي كذلك يختص بالنظر فيها قسم قضاء القرب. قسم قضاء القرب ينظر في الدعوة المنقولة. والدعاوة المنقولة لكي ينظر فيها قسم قضاء القرب يشترط ألا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم يشترط ألا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم إذا لاحظتم طربتي هذه الدعاوة الشخصية أو الدعاوة المنقولة لكي ينعقد الإختصاص لأقسام قضاء القرب لا بد من عدم تجاوز قيمة معينة ألا تتجاوز قيمتها مبلغ معين وهو خمسة آلاف درهم ماذا تلاحظون طلبتي بالنسبة لكيفية تعامل المشرع مع اختصاص أقسام قضاء القرب ماذا تلاحظون أنه أخذ بعيد الاعتبار الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي أخذهم بزوج بعيد الاعتبار يعني أخذ بعيد الاعتبار الاختصاص النوعي نص على أن هذا النوع من القضايا اللي هي دعاوة الشخصية هي اللي ينظر فيها أقسام القرب وعلى الثاني نص على أن هذا النوع من الدعاوة اللي هي الدعاوة المنقولة هي اللي يختص فيها قضاء القرب إذن هنا أخذ بالاختصاص النوعي ولكن حينما حدد قيمة تلك الدعاوة التي تختص بالنظر فيها أقسام قضاء القرب أخذ بعين الاعتبار الاختصاص القيمي أخذ بعين الاعتبار الاختصاص القيمي لأنه حدد نصة يعني أن قيمة هذه القضايا يجب أن لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أخذ بشمي وقاش واحد تنازع في الاختصاص لأن هذه النوعية من القضايا اللي هي الدعاوة الشخصية والدعاوة المنقولة تنظر فيها كذلك المحاكم الابتدائية والدليل رجعوا والطلبة مني تكلمت لكم على نوع القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية قلت لكم القضايا المدنية قلت القضايا المدنية وفي إيطال قضايا المدنية تندرجها الدعاوة الشخصية والدعاوة المنقولة هنا شنو كنشوفو أقصان قضايا القرب كتنظر في هذه القضايا والمحاكم تدائية حتى هي كتنظر فيها يعني بغورة فيها هنا غادي نتسألو إذن كيف حدد المشرع نظم عفوا أو كيف نظم المشرع هذا الاختصاص مبيناتهم حتى لا يحدث تنازع بينهما في الاختصاص ماذا فعل المشرع؟ نص على أن هذه القضايا إذا كانت القيمة ديالها ما كانت تجاوزش 5000 درهم الاختصاص لأقصان قضاء القرب ولكن هذه القضايا إذا تجاوزت إذا تجاوزت ذلك المبلغ سينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بتلك الغرف المكونات لها طيب طلبتي أعتقد بأن الفكرة واضحة على مستوى نوعية القضايا التي تختص فيها أقسام قضاء القرب وكذلك على مستوى الاختصاص القيمي لأقسام قضاء القرب أطرح سؤال ما هي نوعية القضايا التي يمنع على أقسام قضاء القرب النظار فيها؟ ما هي نوعية القضايا التي يمنع على قضاء القرب النظار فيها؟ إليكم طلبتي يمنع على أقسام قضاء القرب النظر العارضة الأولى قضايا مدونة الأسرة لماذا يمنع على أقسام قضاء القرب النظر في قضايا مدونة الأسرة ماذا قلت لحضراتكم قبل قليل حينما تطرقت لأقسام قضاء الأسرة قلت بأن هذه القضايا من اختصاص أقسام قضاء الأسرة وبأن أقسام قضاء الأسرة هي التي تستحوذ تستأثر بهذه النوعية من القضايا كذلك يمنى على أقسام قضاء القرب النظر في قضايا العقار وشيء طبيعي يمنى عليها النظر في قضايا العقار فإن قضايا العقار ينعقد الخصاص لمحاكم التدائية بغرفها وأصلا ليس هناك عقار قيمته تقل عن ذلك يعني قيمته فقط في حدود المبلغ الذي تختص بالنظر فيه الأقسام قضاء القرب كي انطلب ذلك نقول لكم بأن القضايا القيمة المشارع المغربي نص على قيمة القضية في حدود معينة لكي تختص فيها أقسام قضاء القرب وبالتالي هذا المبلغ لحد المشرع هو بسيط يعني لذلك يعني لا يعقل بأن تكون هذه قيمة العقار يعني منطقيا ولذلك يعني نجد بكون أن قضايا العقار لا تختص بالنظر فيها أقسام قضاء القرب من الذي يختص في قضايا العقار وهنايا كانت سأله خاص أي قضية من اللي كتسمعها نبغيكم الطلبة جاري أريد منكم أن تعرفوا من المختص بالنظر فيها قضايا العقار يختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية وحتى أننا طرقنا إلى كون من الغرف المكونات لها هناك غرفة عقارية طيب كذلك يمنع على المحاكم عفوا على أقسام قضاء القرب النظر في القضايا الاجتماعية من الذي يختص طلبة جاري في القضايا الاجتماعية هي المحاكم الابتدائية فهناك غرفة تسمى بالغرفة الاجتماعية وتلك الغرفة المشرع نص في الفصل 20 من قانون مصر المدنية على نوعية القضايا الشغلية اللي هي الاجتماعية التي تختص بالنظر فيها تلك المحاكم اللي هي المحاكم الابتدائية كذلك طلبتي يمنع على المحاكم الابتدائية عفوا والله أعتذر يمنع على أقسام قضاء الأسرة النظر في قضايا الافراغات يمنع على أقسام قضاء الأسرة النظر في قضايا الافراغات قضايا الافراغات يمنع عليها النظر فيها هناك كين مضطربة جاري باقي ما غدش يفهم المقصود بالافراغ الافراغ بحل أن المكري يرفع دعوة ضد المكتري يعني للعين المكترات للافراغ يعني باش أنه يخرج من هذك العقار الذي يملكه المكري هذه اللي كتسمى بقضايا الافراغ لا تختص بالنظر فيها أقسام قضاء القرب إذن أعيد يمنع على أقسام قضاء القرب النظر في قضايا مدونة الأسرة لأنها من اختصاص أقسام قضاء الأسرة قضايا العقار فهي من اختصاص المحاكم البتدائية قضايا الاجتماعية من اختصاص المحاكم البتدائية قضايا الإفراغات التي هي من اختصاص بطبيعة الحال المحاكم البتدائية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى طلبتي من المادة العاشرة من قانون رقم 10-42 إذا رجعتم إلى المادة العاشرة من قانون رقم 10-42 وهو قانون قضاء القرب قانون قضاء القرب. ماذا ورد في هذه المادة طلبتها هو القانون بجانبه ورد فيها يختص قاد القرب بالنذر في الدعاوة الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ولا يختص يعني قاضي القرب ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات والله يخلكم الطلبة ذلك تشوفوا بأن هذه المادة للتنظيم القضائي ولا حتى مواد أخرى بالمواد التي ندرسها تقريبا ديرها بحل عمليات رياضية 1 زائد 1 يساوي 2 قضية عقارية اقتصاص محاكمة امتدائية يعني بغرفها هل ينعقد الخصاص لأقسام قضاء القرب لا قضية اجتماعية ينعقد فيها الاختصاص المحاكمة امتدائية يعني بالغرف ديالها بطبيعة الحال ما فيها الغرفة الاجتماعية أنا عايش كنقولكم بالغرف ديالها بجميع الغرف دايما كنت تسمعوني كنقول كنقول قضية اجتماعية ما كنقولش كنعقد الخصاص غير الغرفة الاجتماعية كنقول قضية عقارية ما كنقول شوين عقد الخصص فقط الغرفة العقارية اللي بغا يفهم هاد المحاضرة يرجع الى المحاضرة التي سبقتها وضحت لكم بان فعلا مشاريع نص على هاد الغرف ولكن ما كيعنيش بان كل غرفة كتنضرغف ذاك النوع من القضايا هي الغرف مع بعضها كتنضر في جميع القضايا والداليل ان حتى القضاة كتلقاهم نفس القاضي كينتامي الغرفة اجتماعية وكينتامي الغرفة العقارية ويقدرين تامي الغرفة المدنية كتلقاها كينضر في شهر من قضية والمسألة كترجع لان هناك خصاص على مستوى الموارد البشرية على مستوى الموارد البنية التحتية الى غير ذلك المهم هاد المسائل سبقوا ان تطرقت اليها في الحصة الماضية على مستوى المحاضرة التامنة واضح طيب فيما يخص طلبتي هنا ما الذي نفهمه نفهم بكون ان اقسام قضاء القرب المشرع المغربي حدد نوعية القضايا التي تنضر فيها وكذلك حدد مبلغ تلك القضايا التي تنضر فيها حدد لنا المبالغ ديالها يعني بان القيمة يجب ان لا تتجاوز خمسة الاف درهم علش الطلبة المشرع اخد يعني حدد المبلغ الدعوة التي تنضر فيها اقسام قضاء القرب وحدد نوع القضايا التي تنضر فيها اقسام قضاء القرب حتى طلبتي لا يحدث تنازل في الاختصاص ما نبقى مش مشكلة شكل يختص لا اقسام قضاء القرب ولا المحاكمة امتدائية بغرافها شكون فيهم اللي مختص هنا المشرع نضم لهم طريقة العمل ديالهم لا على مساوى الاختصاص النوعي ولا مساوى الاختصاص القيمي كل ذلك من اجل حتى لا يحدث هذا الاشكال على ارض الواقع وحتى المتقاضي يعرف الجهة القضائية التي يجأ اليها من اجل رفع دعواه واضح بش يتقدم بالطلب دياله الامور تكون واضحة لذلك يعني هذه المواد هي مواد تقنية بحل مادة تنظيم القضائي او مادة المستر المدنية تحتاج الى التركيز وكلها تقريبا المواد القانونية كذلك ولكن بالنسبة للمواد المسترية تحتاج نسبة زائدة من التركيز طيب طلبتي ننتقل كذلك الى نقطة اخرى اريد ان اوضحها لحضراتكم وهي تتعلق بنوع اخر من القضايا التي تنظر فيها اقسام قضاء القرب بمعنى انه حينما تطرقت الى الدعاوة الشخصية والدعاوة المنقولة اللي هي قلت بان تختص فيها اقسام قضاء القرب شريطتها عدم تجاوز قيمتها 5000 درهم فانني قد وضحت لحضراتكم اختصاص اقسام قضاء القرب في القضايا المدنية يعني بذلك اكون قد وضحت لحضراتكم اختصاص اقسام قضاء القرب فيما يخص القضايا المدنية ولكن بالنسبة للمجال الزجري او بالنسبة للقضايا الزجرية لم اوضح لكم هل تختص بالنظر فيها اقسام قضاء القرب هل تختص اقسام قضاء القرب بالنظر في القضايا الزجرية اليكم من طلبتي الاجابة عن هذا السؤال بالنسبة للمخالفات بالنسبة للمخالفات فهي مختصة بالنظر فيها شريطة عدم تجاوز العقوبة التي يمكن الحكم بها 1200 درهم يعني الشرط الاول خاص العقوبة لممكن انه يحكم بها القاضي لا تتجاوز 1200 درهم والشرط الثاني ان يتم ارتكاب تلك المخالفة من طرف الرشداء من طرف الراشد واعتقد ان انتم طلبت السداسية الرابع تفرقون بين الانسان الراشد وبين الشخص ناقص الاهلية وبين الشخص فاقد الاهلية يعني هاد المسائل بقيتوه هاد المبادئ والقواعد عامة اصبحتم كتضبطوها لا تحتاج الى تذكير المهم ان هذه الشروط التي اشترتها المشرع لكي ينعقد الاختصاص لاقسام قضاء القرب للنظر في المخالفات نجدها في مقتضيات المادتين 18 و14 من قانون قضاء القرب رقم 10 اتنين واربعون طيب اليكم طلبتي ما ورد في الفقرة الاولى من المادة 18 ثم اوضح لكم ما ورد في المادة 14 ومن خلال ما ساقرأ في اطار هاتين المادتين سيتضح لكم ويتأكد لكم بكون انه مشي اي مخالفة كينظر فيها اقسام قضاء القرب هي مرتبطة بالشرطين ان لا تجاوز قيمة الغرامة 1200 درهم هذا من جانب العقوبة لا تتجاوز 1200 درهم وان يتم ارتكابها من قبل الراشد طيب ورد في الفقرة الاولى من المادة 18 من قانون قضاء القرب رقم 10 نقطة اتنين واربعون يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم الى 1200 درهم مرتكب الجرائم التالية اقول لحضراتكم اذا لاحظتم طلبتي بكون ان المشرع نص على غرامة تتراوح بين 800 درهم الى 1200 درهم بمعنى يجب ان لا يتم تجاوز مبلغ 1200 درهم واذا رجعنا الى المادة 18 من قانون قضاء القرب ورد فيها يختص قاضي القرب بالبت البت بنقطتين فقط الطلبة اللي يكتب لي البت ثلاث نقطة الامر المستفز وضحت اكثر من مرة الامر يتعلق بالبت في القضايا يختص قاضي القرب قلت بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء طيب نفسد ان الامر يتعلق بارتكاب مخالفة من طرف ناقص الاهلية من طرف فاقد الاهلية لمن سينعقد الاختصاص طلبتي لمن سينعقد الاختصاص سينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية وسبق ان قلنا بان المحكمة الابتدائية فيها غرفة تسمى بالغرفة الزجرية وتلك الغرفة تختص بالنظر في المخالفات وفي الجنح ولكن لا تنظر في الجنايات لان الجنايات تختص بالنظر فيها المحكمة محكمة الاستئناف كتنظر فيها محاكم الدرجة التانية شتو كيفاش الامر نضمها المشرة كينضم بالجهات القضائية كل وحدة فيهم كل جهة قضائية كيعطيها النوع القضائية اللي كتنظر فيها وكيحدد معاها حتى الاختصاص القايمي قيمة القضية اللي كينضر فيها إلا تجاوزت واحد مبلغ معين لا صافي كيتحيد منها الاختصاص وكيتعطى لجهة قضائية أخرى إذن كذلك ممكن أن أطرح سؤال افتادوا مثلا ترى بدالين مخالفة كانت قيمتها 1200 درهم المخالفة يعني الغرامة اللي غاد يحكم بها القضية 1200 درهم يعني عقد الاختصاص لمن أقصى القضاء القرب ولا للمحكمة الابتدائية بغرفها طيب سأعيد السؤال بالنسبة لقضية تتعلق بمخالفة قيمتها قيمة الغرامة التي سيحكم القاضي بها على المرتكب المخالفة قيمتها 1200 درهم هل ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بغرفها أم ينعقد الاختصاص لأقصام قضاء القرب ينعقد الاختصاص طلبة جليلة أقصام قضاء القرب لأن الفقرة الأولى مدى 18 نصة يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم إلى 1200 درهم ولكن فساده مثلا تجاوز قيمة الغرامة 1200 درهم فهذا المخالفة ينعقد الاختصاص لمن سينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طيب طلبتي هنا ماذا نفهم؟ نفهم أن أقصام قضاء القرب أنها تختص في قضايا مدنية وتختص بالنظر في قضايا زجرية ولكن في حدود النصاب ولكن في حدود النصاب بمعنى لا بد من مراعاة ذلك الجانب المتعلق بالقيمة المالية للقضية مراعاة القيمة المالية للقضية في القضايا المدنية شنو حدد المشرع؟ بالنسبة القضايا التي تختص بالنظر فيها أقصام قضاء القرب حددها القيمة المالية ب5000 درهم ما خاصش يتم تجاوزها بالنسبة القضايا الزجرية المخالفة تحددها في 1200 درهم ما خاصش يتم تجاوزها بهذه الطريقة الطلبة ديالي خاصكم توجدوا والمحاضرات ديالكم لذلك أنا دائما أسعى أن أشرح بهذه الطريقة حتى الطالب أنه نفسي حينما يهيئ المحاضرات ديالي يهيئ بهذه الطريقة لأن مسألة الفهم هي مهمة جدا تأتي قبل عملية الحفظ طلبتي طيب ننتقل طلبتي إلى أهم الأجهزة المكونة للمحاكم الابتدائية هي غرفة للسئناف ولكن اسمحوا لي طلبتي هناك نقطة لم أتطرق إليها بالنسبة لأقصام قضاء الأسرة عفوا أقصام قضاء القرب سأوضحها ثم أنتقل إلى هذه الغرفة التي هي تعتبر غرفة للسئناف التي تعتبر من أهم الغرف المكونة للمحاكم الابتدائية طيب بالنسبة للمسترة أمام قضاء القرب بماذا تتميز؟ المسترة أمام قضاء القرب نسجلوا هذه المميزات طلبتي هي مسترة شفوية هي مسترة مجانية طلبة ديالي لابغيت تسهموا شفوية ومجانية أحيلكم على ما درسنا في إطار المبادئ المكرسة لحقوق المتقاضي قلت المسترة شفوية المسترة مجانية المسترة معفاة من الرسوم القضائية معفاة من الرسوم القضائية كذلك بالنسبة لإعفاء من الرسوم القضائية باش تفهموا هذه المسألة لا بد من أن ترجعوا إلى ما تطرقنا إليه كذلك في إطار المبادئ المكرسة لحقوق المتقاضي المهم هذه الخصائص أو هذه المميزات التي تتميز بها مسترة قضاء القرب أو المسترة المتبعة أمام أقسام قضاء القرب نصت عليها المادة 6 من قانون قضاء القرب 10-42 نصت على أنه تكون المسترة أمام قسم قضاء القرب شفوية وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتين بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتين وأكيد أصبحتم تفرقون بين الشخص الذاتي والشخص المعنوي طيب طلبتي هكذا نكون قد أنهينا الاختصاص النوعي وكذلك تطرقنا في إطاره للاختصاص القيمي لأقسام قضاء القرب ننتقل طلبتي إلى غرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية بالنسبة لغرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية أقول لحضراتكم طلبتي بكون أن هذه الغرف تختص بالنظر في أنواع القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية يعني هنا كان بيقوم بنوع القضايا التي تختص بالنظر فيها هذا الغرف وهي غرف الاستئناف هي تنظر في هذه القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكم الابتدائية ما هي أنواع القضايا التي تختص بالنظر فيها المحاكمة سدائية كتنظر في قضايا مدنية تنظر في قضايا عقارية تنظر في قضايا اجتماعية تنظر في قضايا تجارية في حدود نصاب معين تنظر في قضايا زجرية ولكن فقط بالنسبة للجناح والمخالفات واضح طلبتي إذن تبعا لذلك فغرفة الاستئناف هي كذلك تنظر في نفس القضايا لأن هذه غرفة الاستئناف فهي من المكونات دي المحكمة الابتدائية كنلقوها الداخل في المحكمة الابتدائية مش بحل أقسام الأسرة كنلقوا بناية بحدها ولكن غرفة الاستئناف لا كنلقاها الداخل في المحكمة الابتدائية ولكن طلبتي هي بالفعل أن غرفة الاستئناف في المحاكم الابتدائية تنظر في تلك القضايا التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية بغرفها ولكن أقول بغرفها ولكن مع مراعاة الاختصاص القيمي مع مراعاة الاختصاص القيمي بمعنى أن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة في طلبات لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 19 من قانون المسرة المدنية ووضحت لكم مش حلم مرة هاد مقتضيات الفصل 19 ووضحته في نهاية المحاضرة الثامنة ووضحته قبل قليل في إطار هاد المحاضرة ووضحت لكم بأن نفترض مثلا أن المحكمة الابتدائية صدرت حكم في قضية معينة وهذه القضية القيمة ديالها لا تتجاوز 20 ألف درهم هادك الحكم الابتدائي لك تصدروا المحكمة الابتدائية كيتم الطعن فيه بالاستئناف أمام من؟ وش أمام غرفة الاستئناف بهذه المحكمة الابتدائية؟ نفسها أمام محكمة الاستئناف؟ لا كيتم الطعن فيه بالاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية لأن قيمة القضية لا تتجاوز عشرين ألف درهم ولكن إيه لا تتجاوز عشرين ألف درهم واش الطلبة هل ينعقد الاختصاص لغرفة الاستئناف بالمحكمة البتدائية لا غتقلوا لي من هي الجهة القضائية المختصة هنا هي محكمة الاستئناف طيب طلبتي أريد أن أشير إلى نقطة قبل إنهاء المحادرة لأن في المحادرة التي تلي هذه المحادرة سأتطرق من خلالها بحول الله لنقاط أخرى ولكن أشير إلى هذه النقطة وبعد ذلك أوضح لكم النقاط التي سأتطرق إليها في المحادرة العاشرة طلبتي يتعين إشارة إلى أن غرفة الاستئناف بالمحكمة البتدائية هي بمثابة محكمة الاستئناف حقيقية هي غرفة الاستئناف بالمحكمة المتدائية هي التي تعنت فيها لها تشبه تشبه محكمة الاستئناف لماذا؟ لأن أمامها تطبق نفس قواعد المسترة التي هي معمول بها أمام محكمة الاستئناف من حيث تعقد جلساتها تعقد الجلسات أمامها بهيئة الجماعية هذه الهيئة الجماعية مكونة من ثلاث قضات من بعد إن شاء الله الطلبة دياري مني غادي نوصل إن شاء الله المحكمة للسئناف غادي تشوفوا بأن كيتم التطبيق أمامها كنت تبقوا نظام القضاء الجماعي كذلك الطلبة دياري بالنسبة لغرفة الاستئناف أمام المحكمة البتدائية كيتم تطبيق نظام القضاء الجماعي بمعنى أن الجلسة كتنعقد بهيئة جماعية من جمعة دي القضات اللي هما ثلاثة دي القضات واضحة الفكرة كذلك إلا لاحظنا بالنسبة لهذه الغرفة اللي هي غرفة الاستئناف بالمحكمة البتدائية هناك قواعد مسترية أخرى يعني تتشابه إلى حد كبير مع المستراءة المطبقة أمام محكمة الاستئناف ولكن كان واحد الاختلاف أنها هي مقيدة بمعنى غرفة الاستئناف المحكمة البتدائية مقيدة بمبلغ معين للقضية بمعنى أن القضية خاصها القيمة ديالها ما تجاوزش ما تفوتش 20 ألف درهم لأن بمجرد ما تفوت 20 ألف درهم سوف يتم النزع الاختصاص من غرفة الاستئناف بالمحكمة البتدائية وصاحب هذه القضية اللي بغاية يطعن في الحكم البتدائي خاصة ويمشي لمحكمة الاستئناف ويطعن في هذا الحكم البتدائي طيب طلبتي هكذا أكون وضحت لحضراتكم كذلك الاختصاص النوعي وكذلك القيمي لغرف الاستئناف طلبتي في الحص المحادرة بحول الله العاشرة سأتطرق من خلالها لاختصاص رئاسة المحكمة وكذلك الاختصاص النيابة العامة والفرق بين اختصاصه الانضمامي والأصلي وسأتطرق للاختصاص المحلي للمحاكم البتدائية وسأتطرق كذلك للاختصاص المحلي للمحاكم البتدائية وبالمحادرة العاشرة سننهي المحاكم الاستدائية إن شاء الله باش بيحول الله بالنسبة للمحادرة رقم 11 سنبدأ المحاكم الاستئناف وأتمنى لكم طلبتي التوفيق والتألق والتفوق ونحن رهن الإشارة هناك بعض التساؤلات التي طرحتمها فإنني أحاول أن أجيب عنها في إطار هذه المحادرات إلى اللقاء طلبتي